طب نروح بقى لأخبار تانية احنا كده خلصنا بيار الشريف الخبر اللي يخص جوان نادي الاهلي هنروح للأخبار بقى المحلية هنروح برضو للعبة من ألعاب المضرب واللي برضو بازلة مجود كبير وهو الريشة الطائرة اتحاد الريشة الطائرة يزيح الستار عن جوائز بطولة مصر الدولية طبعا زي ما حضراتكم عارفين كأي اتحاد دازم بيعلن وبيزيح الستار عن الجوائز في أي بطولة بينظمة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حساب الله كشف عن تفاصيل بطولة مصر الدولية في نسختها رقم 8 ولا هتتلعب على صدر رقم 2 باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 12 حد 15 اكتوبر اللي احنا فيه واكد الدكتور علي حساب الله ان مجموعة جوائز البطولة يقدر بحوالي 10 الاف دولار موزعين على ابطال المسابقات سواء فردي رجال فردي سيدات زوجي رجال زوجي سيدات زوجي مختلط ودول خمس نشاطات او الخمسة ايفنت المهمين في أي بطولة زي المضرب اللي هي زي التنس الاردي مثلا وتنس الطاولة وقال كمان ان البطولة هتشهد منافسات قوية وكبيرة بين اللاعبين خصوصا ان اللي بيفوز بمدالية في البطولة دي بياخد نقاط كبيرة على مشوار التقاول للعاب الأنبية اللي جاية يعني على طول كده اوتوماتيخ لما تقرأ كده تعرف على طول انه البطولة دي على اجنة الاتحاد الدولة البطولة من ضمن البطولات اهو زي ما بقول لكم بطولة من ضمن البطولات المدرجة على جين تحاد دولي وكمان هيحضرها السنة دي مسؤولين كبار في الاتحادين الافريقي والدولة البطولة هشارك فيها 172 لعب والعبة من 25 دولة خلينا اقول لكم الدول المشاركة فيها دي البطولة البرتغال موريشيوس جنوب افريقيا المانيا ماليزيا ايطاليا الامارات الهند انجلترا الجزائر الاردن سيرالانكا البحرين استونيا كينيا فرنسا كرواتيا كندا الدنماركا لكسوب مونجي سعادية بولندا اوغاندا الماجر بالاضافة لمصر هي فين الهند اه الهند اه معلش انا قريت الهند الهند دي يعني ابطال في اللعبة دي وسيرالانكا عشان عايز اقول لكم البطولة دي الفارستو هم اه يعني اه اه اما حبش اقول يعني هم الماسترز في البطولة دي في اللعبة دي بس مصر مشى بشكل جويس شاركت في اللمبيات اللي فاتت اتحاد محترم برضو بيشتغل بشكل جيد اتمنى ليهم كل التوفيق وان البطولة تخرج بشكل جيد اه بإذن الله على المستوى التنظيمي والمستوى الفني انا دايما بقول ان المستوى التنظيمي 100% هتنجح فيه نهاردة عندك بنية تحتية مرعبة وانا بقول الكلام ده الحقيقة يعني بواحد انا بقالي يمكن 30 سنة في الرياضة فنهاردة عندك بنية تحتية مرعبة ومنتظرين بفرغ الصف الصبر افتتاح القرية الولمبية في العاصمة الادارية هتبقى اضافة قوية جدا للبنية التحتية وهتقاد value غير طبيعي للرياضة المصرية والنهاردة انت بتحط صلاة زي ما بيقولوا مثلا ايه عارفين انتو الكرة الزكية اللي بتالع عليها وكلام ده لا انهاردة انت بتحط صلاة مغطاة وميادين وبتحط استداد سمارت جدا جدا وتستطيع ان هي تتنظم عليها بطولات لخمسين سنة جاية او ستين سنة جاية فالنهاردة احنا مع افتتاح القرية الولمبية في العاصمة الادارية هيحصل اد value كبير جدا واحنا منتظرين ده عشان ده ممكن يكون دعم كبير جدا اللي في حلمنا الكبير وهو استضافة الولمبيات لان النهاردة لما تحط بنية تحتية قوية في الرياضة من ملاعب وقرية الولمبية ده بيعلي درجات كل دي درجات في التقييم ملفك لو انت حبيت تصديف الولمبيات في عشرين ستة وتلاتين وكمان البنية التحتية من مواصلات البنية التحتية من اوتيلات كل ده هيضيف اد value كبير جدا جدا